السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم هذه القصة من حياة البدو والترحال ونحن نعرف ان قصص البدو قديمة جدا تعود قبل مئة سنة في رجل اسمه مصعب هذا الرجل توفق ابوه منه صغير وعاطينهم حلال ورث لهم وميسوري ربتها امه ويعني تعبت كثير على انها تخلي رجال وفي يوم من الايام امه صعب قالت لا اسمع يا ولدي انا ودي ازوجك تبيني ادور لك عن بنت الحلال اللي تناسبك قال لها لا 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 يما انا في بالي وحدة شفتها من الغدير تاخذ الموية وعندها الجرة ياهي عندها جمال الطيح الطير من السماء ابي هذه البنت مغيرها قالت لا امه مين هذه البنت تعرفها قال لها ايه سألت عنها وعرفت ان اسمها نورة فلان الفلاني قالت لا خلاص يا ولدي انا بروح وبستفسر عنها اللي اشوفها مناسب بيصير واذا شفتها مو مناسبة يا ولدي غض النظر عنها قال لها تمام راحت الى صوب يعني معارف واهل هذي البنت نورة عرفت ان البنت نورة عوبة وصليطة اللسان وتصارخ ويعني مثل ما يقولون لسانها يلوط اذانها يعني دائما تتمشكل مع الصغير والكبير ما تحترم ولا تقدر حتى العجوز او الشايب او حتى يعني اتلاعب الاطفال او الصغار كانت شرسة وكانت على طول يعني عنيفة وعدوانية مع الجميع بعد ما سمعت هذا الكلام اللي هي ام مصعب وما عندها الا ولد واحد مصعب تابونها اتوافق علي هذي فراحت حق ولدها وقالت لا سمع يا ولدي انا صراحة رحت وضربت مشوار حق هذه البنت وكنت حاطة امل انه يعني اخطبها لك فعلا كلامك صحيح البنت حلوة وجميلة لكن مثل ما الله خلقها اكيد خلق غيرها احلى واحلى البنت هذي فيها عذاريب وفيها يعني عيوب كثيرة اخلاقها يا ولدي هذي البنت شرسة وعنيفة وما تصلح لك نهائيا وانت يا ولدي يعني انا معلمت انك ومربت انك على اللين وانك تطاوع ولا تلاصن احد وبالتالي انت ما تصلح لك هذي المرة يعني بتركبك وبتصير متسلطة عليك قال لها ابد يعني انا ما راح اقدر اسيطر عليها صدقيني انا عارف وقادر اني يعني اكلمها واذا شدت معاي انا اشد معاها وبتصير لينا صدقيني يما هذي العدوانية اللي تشوفينها منها اكيد مع صديقاتها مع بنات جيلها ما راح تصير معاي قالت لي يا ولدي هذي ما تصلح لنا انا سمعت عنها كلام كثير انها صليطة اللسان قال لها يا يما اذا ما اخدتها ما راح اخذ واحدة ثانية خلاص انا هذي حطنها في بالي ما تعرفيني ولدك يما ما تعرفيني شلون اسيطر قالت ما هو لاني عارفت انك لاني فهمت انك يا ولدي انت يعني ما لك كلمة ولا لك سلطة اخاف انها هذي المرة بعدين اتخليك مثل الخاتم في صباحة او خروف قال لها لا لا تخافين اعرف اشد معاها باعرف اخليها شلون تحترم قالت لا اجل اذا انت مصر على البنت ويعني ما في اذنك ماية مثل ما يقولون اجل اسمع يا ولدي هذي النصيحة بقولها لك اياني وياك تكون مرخي للحريم ترى الحريم بعدين يركبون راسهم ويصيرون اهم المسيطرين في كل شي يعني ساعة اكلين وساعة تشد وطبعا الشدة ما يصير الا في الطلبات الصعبة اذا تجاوزت حدودها او النقاط الحمراء انت شلون تعرف تسيطر عليها وتوقفها عند حدها بدال ما تنفرط واتطيح الفاس في الراس مثل ما يقولون قال لها لا تحاتين يما والله صدقيني اني انا بخليها تمشي مثل الصراط المستقيم قالت له خلاص اللي تبي تشوفها سوى وفعلا راح وخطب البنت من ابوها وابوها وافق وتزوجت نورة من مصعب وانتقلوا الى بيتهم بيت الزوجية عبارة عن خيمة دخلت وياه وبدأت هذه البنت يعني شافها ساكتها هادئة ما تسوي حاجة لكن طلعت عليها بوادر ما هي حلوة ش تسوي تقوم تاخذ من الغنم او من الحلال وتقوم توزعها على رفيقاتها على اهلها على صديقاتها على عائلتها حتى بدون ما تستأذن من زوجها بتقولون عادي لا معادي اول الحلال وهو رمز الغنى عندهم فبالتالي قاعد يكلمها يا بنت الناس يعني لا تخذين توزعين حلالنا بعدين احنا نصفر على الحديدة ايه ما ترد عليه وساكتها بدون اي كلام فهنا مرت الايام وهو يعني ماشي معاها سيدة مثل ما يقولون وفي يوم من الايام جاله ربعة على اساس يابون يتعشون وياه جلسهم في مكان يعني الرجال وراحك زوجته وكانت نايمة يا مرة يا مرة اجلسي لا ترقدين قاعدي قالت له وش بلاك اشتبي قال لها اجلسي يا مرة ترى فيه رجال جاييني ويابون يعني يتعشون وانا من حرج منهم والضيافة اول شي كبير فقال لها تكفين يلا قومي شغلي همتك سوي حاجة قالت له هاي جلسني من النوم عشان اسوي الربعك ما تستحي ولا هم ذول ما يستحون على وجيههم جاييني في هذا الوقت يابون عشا وقوم اقعد من النوم عشان اجتهد واشتغل عشانهم يلا 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 ابعد عني خلني يكمل نامي قال لها اقول لك كومي لا يسمعون قالت لها اقول وخر عني وراحت ودزته ورجعت وتلحفت ونامت الحين هذول الرجال جالسين ويسمعون الكلام لانه ما في جدران اول وهذا الرجل مصعب من حرج ما هم طالعينهم يعني جالسين يابون يشوفون الموقف فقام يركض وراح على خيمة امه وقال لها يمه انتي نايمة قالت لها امه لا شنو فيك يا ولدي انا الحين بنام قال لها تكفين يمه ابيك تسوين يعني عشاء ضيافة حق الربوع اللي جايين عندي فجأة قالت له عجل ليش انا زوجتك وليش ما تقول النورة وش عندها قالها نورة تعبانة يمه ويعني مريضة وعشان كذا يعني انتي طبخي لهم المرة قالت لها لا يكون نورة حامل قال لها لا 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 نورة محامل بس ايه تعبانة وما قدرت تسوي عشاء قالت لها يا ولدي بدت بوادر يعني التسلط والتجبر عليك قال لها لا لا صدقيني انا ممشنها لا تخافين لكن اليوم تعبانة قالت لها خلاص يا ولدي خلاص روح وانا بسوي العشاء وتعال اخذي وفعلا على طول الام هنا سوت شيء سريع حساءوا اداموا على طول راحوا ضيف اربوعة وتعشوا وانصرفوا ايه المرة هذه ضلت تقرقع في قلبها وخايفة على ولدها لا يكون ولدي الآن صار يعني مثل الخروف ولا مسيطرة عليها هذه المرة بعدين يروح فيها لا 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 اروح اتأكد وراحت الى هذه البت شافتها فعلا نايمة قالت لا ما اصحيها اجي لها بكرة وفعلا جاتها بكرة من اليوم الثاني ودخلت عليها شافتها قالت لها وانتي وش فيك امس ليش ما طبختي ليش ما سويت يا عشاء حق ضيوب في زوجك مو هذا رجالك اذا ما خدمتي واذا ما سويته لا يا بنتي بعدين بتسوين المين تحطينه في موقف محرج ولا تطبخين ولا تسوين حاجة قالت لها هاي انتي من اذنك تجين بيتي وتقعدين تعطيني نصايح اولا هذا البيت لحرمتها لخصوصيتها ولا تدخلين نفسك في شي ما يخصك واقول هذا شي بيني وبين مصعب فالام هنا يعني انقهرت من كلامها ويعني قريب وتبكي وتركتها وراحت جت هنا هذي اللي هي العوبة نورة تنتظر زوجها اول ما جاء زوجها وقفت له قالت لها وانت ليش تقول حق امك وترسلها لي عشان تهزئني قال لها مين اي ام قالت لها ليش انت عندك كم ام ما عندك ام وحدة ليش تقول لها وتجيني وتصارخ علي قال لها والله لا رحت لها ولا قلت لها حاجة قالت لها روح لها الان وقل لها بيتي تعذرها ولا تجيني ولا تسوي لها الحركات رايحة وجاية وتعطي نصايح اذا عندها نصايح توفرها لنفسها ولا بتشوف شي ما شافته وبدأ يهدي فيها لكن دون فايدة ايه تزيد في النقاش وهو ساكت وقاعد يرضيها بكم من كلمة وهذه كلسانها يلوطدانها عليه وعلى امه وبينما هم كذلك الا تجيهم ام مصعب تجي وتدخل وتشوف زنزنة وتسمع يعني هالوسات ومشاكل وصراخ هذي المرأة اللي هي زوجتك يا مصعب فدخلت اول ما شافوها سكتة واثنيناهم فطالعتهم قالت لهم وش بلاكم في شي تابون يعني تغبون عني شنو فيكم قال لها ولدها لا لا يما روحي انتي بيتك وانا بجيك قالت لا ابي اعرف يا ولدي في مشكلة في شي صاير قولوا لي بس قالت لها نورة صراحة فيه كلامنا هذا ومشاكلنا الكبيرة بسببك ومين قال لك انك تجين عندي وتسوي لي هالهدرة يعني نقصة مشاكل انا تجين ترفعين صوتك علي قالت لها اقول احترمي نفسك انا ام زوجك انا ام رجالك انا ام مصعب قالت لها والقابة شر نسويتي لما جبتي هالمصعب هذا بل على الناس قالت لها ش تقولين بعد ما تحترميني قالت ولا احترم عشرة من امثالك يلا برا ونقلعي ولا عاد تجين بيتي قالت تقولي لي هالكلام قدام ولدي وتلتفت لولدها قالت ما تسمعها ما تسمع حشان تغلط قال لها ولدها خلاص خلاص هدو هدو ما شاف الا قامت هذيك المجنونة نورة وتشبك في عجوزها ويلا تمشي على رطم على ضرب طبعا هذي عجوز كبيرة في السن بينما نورة صغيرة المهم عطتها علقة ضرب لما بالموت بغى يفككهم وشال امه ووديها البيت جيت امه قالت له شفتش صار فيني عرفت ليش قلتلك لا تتزوجها شفتش لون جبت لنا واحدة عوبة وتقوم وتمغط يدها علي اذا انت ولدي ما مغطت يدك علي تجي هذي وتضربني وغير كذا يا ولدي فضيحتك بزلازق قدام الناس الناس بدأت تهذر وتتكلم عنك وبدأوا يضحكون عليك ويتمسخرون الشباب اللي جاك امس وتعشوا كلهم قالوا اللي حصل يعني ذاك اليوم لما زوجتك بدأت تتلطلط باللسانها وتخربط عليك كل هذا الكلام سمعوا ليش يا ولدي تسوي في نفسك كذا ليش تستحقر من نفسك وشخصيتك قدامها روح يا ولد الناس طلقها قال لها لا 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 يما ما قدر اطلقها عندها اخوان واخوانها شرسين بعدين يذبحوني قالت لا اقول هذه ما تصلح زوجها يعني بما انها ما حملت وبما انها هذه توكم يعني متزوجين قبل ما ترتبط فيها ابضنة او يعني ولد وبعدين تدخلون في مشاكل يعني ما يندرش لون تنحل خلاص يا ولدي طلقها هذي ما تنبغى هذي عوبة هذي مسيطرة وش فيك انت وش بلاك لا تصير كذا خانع وذليل المرة ما تحب الرجل الخانع هذه المرة صدقني بعدين بتجيب رجال في بيتها وبتخونك قدامك وبتقول هذا الرجال وانت لا قالها لا يما صدقيني انا راح اسوي وراح افعل قالت ايوا هذا اللي ابي منك تكون رجال وما ليهدومك مثل ما يقولون وشديد وروح علمها دروبها فهمها ان الام ام الزوج لها مكانتها لها احترامها والزوج له تقديرها ولها يعني مكانته ما يصير تطلبها طلب وتقعد تزعق عليك وتصارخ وتقوم وتمغط يدها على امك قال لها خلاص انا الان سمعتك والله لسوي فيها والله لفعل والله والله وبتشوف شي ما شافتها في بيت ابوها والله اني راح اروح ووريك فيها واجيبها لك في اعتذر لك قالت لا خلنا نشوف انا باجلس واذا كان الخبر الان بفلوس بعدين بيصير ببلاش قال لها خلاص اوعدك وراح البيت دخل عليها المرة كانت هذي نورة تغزل وقف ويطالعها قال لها هاي انا كلمك يا نورة ليش تضربين امي ليش تصرخين عليها ليش تغلطين عليها هذي حلوة اللبن هذي اللي ربتني وهذي 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 كساكتة نورة وتغزل قال لها ظاهر ان اهلك ما ربك عدل الظاهر انك جاية من بيئة وصخة والظاهر وضاء وذيك ساكتة ولا كلمة لما خلص كلامها تفتت عليه وطالعتها من فوق لتحت ورجعت مرة ثانية تغزل قال لا خلني اشد اللي جام عليها واقسع عليها بالكلام قال لها اقول اني عدتي هالحركات مرة ثانية والله لسوي وافعل فيك يا بنت فلان الفلان والله انك راح تخسرين وراح يصير وراح قامت هي على طول بعد ما خلص كلامها وقسع عليها بكم من كلمة اخذت هذا اللي هو الغزل اللي عندها ويلا بوم على راسها ياهي ضربة واحدة شقت راسها الصين قام هو اه وصرخ صرخة بعمق لما بغى يموت قالت لا الله يغرب لبليسك الحين ضربة واحدة كسرت الغزل وش هالقوة هاللي فراسك الله يغرب لك الله يلعنك يا مصعب كسرت غزلي والله انه بكرة بعطيك فرصة بس تخفف هذا اللي عليك لا بكرة والله ان ما جبت لي جديد بدال هذا اللي انكسر على قوة راسك هذا لتشوف شي ما شفته قام هو وبدأ ينتفض قال لا لا الحين اجلس يمها بتشك جسمي نصين وطار يركض وراح يعني الملحق الثاني ما تجي اهي لانه يعني مخلينا مثل قسم الرجال وهناك ضل وضمد روحه ولف راسه قال الحين باي وجه قابل امي الحين بتشوفني امي وبتقعد تتمسخر والناس بيتستنقصوني بيتمسخرون علي انا ماني ناقص وبدأ لف راسه وهو يتوجه ويتأوه من الالم دقايق مع دوده اللي يجي لولده عمه افتقده وقال بيزوره شافه في مكان اللي قتلكم عنا الملحق ودخل علي ها وش بلاك يا مصعب وش فيه راسك قال لا راسي ها ها راسي ما في شي بس انا طحت من الفرس قال لا متى طحت قال لا امس طحت قال ش هالخرابيط امس انا شايف انك ما في شي راسك طالع فيه قال لا افا افا يا مصعب لا يكون هذي ضربة من امرتك لا يكون المرم سوية فيك كده قال لا 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 مو من امرتي هذا انا طايحة ومتعور راسي طالع فيه ولد عمه وقال لا قول مصعب قول الحقيقة انا قاعد وياك وانا بساندك تكلم هذا من زوجتك زوجتك سوت فيك كده قام يصيح مصعب قال لا والله ايه اللي سوت ضربتني بالغزال وشقت راسي وسوت وفعلته في امي وسوت لي قال لا افا وش تنتظر منها يا مصعب طلقها او اكسر راسها واعرس عليها وش اللي مخليك قاعد وتتوجع وتتألم وتنهان وتنضرب انت وامك قال شا سوي بعد هذا الكلام كله كانت تسمع مين كانت تسمع اللي هي نورة وتجي وتدخل عليهم قالت لها وش بلاك انت جاي داخل على زوجي تلطلط بلسانك عشان اتخرب علاقتي انا وياه اطلع برا قبل ما اقوم وسويلك مثل ما سويت في هذا الاثول اللي يمك طالع فيها ولد هذا عمه وطالع في مصعب قال اسمعي يا مصعب شا تقول لي ما تستحي داخل علينا في مجلس رجال وشوش تقول رد عليها مصعب مصعب قال روح بس راسي انا من فجخة الحين ارد عليها بعد تفجخة ثانية قال لي يعني ما راح ترد عليها ما راح تكلمها ما رد علي قام بعدين ولد عمه وراح مقهور الى ام مصعب قال لها يا مصعب الحقي ترى ولدك صار فيه وصار واستوى وفعلت فيه وشقت راسه قامت مصعب وطلطم على راسها وقالت بتموت ولدي راحت حق ولدها وبدأت الداوي وقالت لا اسمع برضاية عليك يا ولدي اذا تحبني او اذا انا عندي غلاوة عندك خلاص اطلق المرة خلاص لا يكون مرة الجاية اتشق قلبك نصين قال لها يما اخاف اروح اطلقها وتذبحني قالت لا اجل اسمع انا عندي نصيحة اول سؤال بسألك اياه انت في قرارة نفسك تبي اطلقها قال ايو والله ايو والله ابي اطلقها انا خاف منها اخاف حتى اقرب من البيت قالت لا اجل خلاص روح لابوها وارمي عليه يمين الطلاق على بنته طلق بالثلاث يا ولدي وعلى طول اركب الفرس وهج روح ازبن عند اي خيمة عند اي قرية عند اي قبيلة وخلاص لا تجي الا بعد يعني ما تتيسر امورك قال لها يعني ما رح يسوون قالت ما رح يسوون حاجة فقام وراح فعلا وسوى مثل الكلام اللي قالتها امه وطلقها عند ابوها وطار يطرد يهرب من هذه القرية عشان يدور على يعني مكان ثاني القرية هذه اللي ساكن فيها ما يصلح انه يتزوج منهم لان اغلبهم يعرفون السواياته وانه خروف فراح الى القرية الثانية سلم عليهم ودخل في ضيافة الامير عندهم وهنا الامير بدأ يعني يحبه وبدأ يعطيه لعمل اللي هو عمل رعي الاغنام والحلال اللي عنده وكان محبوب عند الامير كثير الامير هذا امير القرية عنده اربع نسوان تمام تمام لكن عنده ولد اسمه ناصر ناصر كان يحبه حبه كبير وكان الذراع الايمن لانه بكر ابوه في هذه الاثناء ناصر للأسف ما كان يداني ولا كان يطيق اللي هو مصعب لانه كان يستنقصه ويشوفه ممسترجل فكان دائما يجتمع يعني وهينا بابشع العبارات بينما مصعب يرد عليه ويقول له هين والله لاوريك وراح اسوي فيك وراح افعل يعني تهديدات بلثان وفي يوم من الايام كانوا مجتمعين رعاة الغنم كلهم مع بعض ويجي لكم اللي هو ناصر ويبدأ يغلط على مصعب بابشع الالفاض فهنا وقف مصعب وقال له والله لو ما احترام ابوك كان سويتك الحين ذبيحة مندي على كيف كيفنا فقام هنا يتاوش ويا المهم فاققوا بينهم وراح ناصر لكن من راح ناصر ما رجع مرة ثانية الى هذه القرية فهنا الامير بدأ يستفقد ولده وينولدي ناصر وينولدي ناصر ولكل يقول ما شفنا ما ندري عنا يوم يومين ثلاثة لا في الامر انه وينولدي ناصر وبدأ هنا يشن شنائنا ويعصب ويهجم على الجميع وبدأ يهدد ويثور اللي هو الامير فراحوا لالرعاة رعاة الابل والغنم وقالوا لك ترى هذا الضيف الجديد مصعب بينه وبين ناصر خلافات وحنا شاهدين وصار انه مصعب يتوعد ويهدد انه والله راح يسوي لمندي وعلقه تعليق فقام هنا الامير قال جيبولي مصعب والله اني لسوي كفته جاب المصعب وبدأ هنا الامير قال تتجرى وتسوي فولدي انا اللي ضميتك وضفيتك وجبتلك الوظيفة وزاد وسكن في الاخير تسوي فولدي كذا تذبح ولدي قال لا مصعب هدي هدي بسم الله وصل على النبي انا بذبح ولدك والله واقسم بالله والله والله اني ما سويت ولا فعلت ولا يعني حركت ولا شفت صحيحتها واشنة بس ما سويت في شيء قال لا اسمع بما انك حلفت اجل بحطك في الخيمة هذي وبربطك في الحديد مدة سنة كاملة اذا جا ولدي انت مطلق الصراح اذا ما جا ولدي بعد سنة راح يكون صلبك قدام هذولا اهل القرية كلهم عشان تكون عبرة قال لا صدقني ما سويت والله شحلف لك شقول لك قال لا خلاص الامر تم وامر الخدم عنده انهم يربطون اللي هو مصعب ربطوا مصعب وبدأت هذي اخت ناصر لما عرفت ان اخوها انذبح بواسطة هذا الرجل مصعب قامت و جات له وقالت له ايا النذل تسترجي وتقوم تذبح اخوي ليش ومن تكون حتى تذبح اخوي قال الله ما توقعت ان ناصر عنده اخت جميلة كذا قالت لا بعد تقول كذا هيا نورك لا استصغرك لا خليك عبرة وخلي الناس كلهم يضحكون عليك وتقوم وتأخذ التراب وترمي على وجهه وترمي على وجهه وهو يضحك ويقول يا لب التراب منك فقامت قالت بعد هاك اخذ التراب واكلك اياه يعني تاكل التراب وتقوم لكم وتأكل التراب بالجبر وهو مستانس ومبسوط عليها بعدها تركتها وراحت والناس كلهم عرفوا وشافوا ان هذه اخت ناصر اكلت هذا مصعب التراب انتو تعرفون امرأة لما تأكل تراب رجل في زمن البدو شلون وضعه بيكون قدام اهل العشيرة بدل ما يكون فارس مغوار وشجاع يصير فيه كذا فهنا ضل هذا الرجل وهو يعني يبي يطلع يبي ينفك لكن دون جدوى زادة والماء والسكن موجود لكن مربط في يوم من الايام جات الحرمة الرابعة حقت اللي هو الامير دخلت عليه هلا يناصر جزاك الله الف خير انت كفو انت الرجال السانع الله يعطيك الف عافية وانا بسوي لك اللي تبي اطلب واللي تبي بيجي قال لها انا اطلب ليش انت تعرفيني قالت لها اللي سويته تستاهل عليه مليون ذبيحة قال لها ليش انا شنو سويت قالت لها انت ذبحت غريمي انت ذبحت عدوي ذبحت ناصر تعرف اني انا كنت ماطيقة كنت دائما اوشوش ابو عليه كنت ما ابي اشوفه ليش ابوه يحبه ويفضله على عيالي كنت اكرهه الحمد لله انك يا مصعب اخيرا انك ازحت عن طريق المسلمين قال لها ماذا بحت قالت لا اسمع مقافقتك عندي اذا جلين بطلق صراحك وبابوك اللي هو الفرس فرس الامير وبعطيك يا وهرب روح عند اي قرية او اي قبيلة ولا راح احد يجيب سيرة طريقة هروبك انت في مأمن عندي وصدقني ما حد راح يعرف فعلا جليل وفكت عنه اللي هو الرباط الحديد وعطته فرس ابوه وقام يطرد بالخيل الى القرية الفلانية يبي بس يهرب وينفذ بجلده طبعا القرية كانت بعيدة تقريبا يوم او يومين لما وصلوا هو تعبان ومنهك هناك قال لهم ابي الحماية منكم دخلوه على شيخ القرية قال لهم ليش شنو فيه قال حق شيخ القرية انا بقول لك قصتي بس الله يخليك عطني الامان قال اتفضل شنو قصتك عطيتك الامان وبدأ يسرد للقصة بالتفصيل وانه وهو حلف ما طبح ناصر ولا يدر عنه قال خلاص انا عطيتك الامان بس يا مصعب انت تقول اسمه ناصر توا جاينا من قبل تقريبا اربعة ايام وخمسة ايام رجل اسمه ناصر من نفس القرية اللي انت جاي منها وجاي عندنا شارد من اهله قال وينه لكن اوه اللي اقصده قال خلاص انا حين بجيبه لك قام شيخ القرية وجاب ناصر وفعلا جاي ناصر وقابل هذا مصعب قال انت وين ما روح اشوفك قبالي واشتبي استرجل وصير رجال يا الحريمة يا اللي ما تستحي قال لا اصبر يا ناصر انا ارقبتي راح يعني تطيح بسببك الله يخليك انقذني انا جاي في وجهك يا ناصر قال لا ناصر ازهل واشتبي قال لا القصة بالتفصيل اللي قال حق شيخ العشيرة اللي كان موجود اصلا يمهم قام ناصر وقال افا ما هقيت منها مرتبوي ان الحقد الدفين اللي عندها تبي تشمت وتوقف على وفاتي ترقص على قبري خلاص يا مصعب انا سمعت قصتك بالتفصيل قم ننشد القرية والله ما حد راح يقدر يلمس شعر منك وانا ناصر فعلا راح وياه الى القرية جايين ناصر ومصعب مع بعض دخل على ابوه وبدأ هنا ابوه فرحان واستهل واستبشر بولده وسوى الذبايح واحتفل وياه وكانت يعني الجلسة على افضل ما يرام بعدها هذا ناصر قال لابوه الحكاية وانا السبب الدفين ورا هذا كله اللي هي مرتك يا بوي طبعا ابوه سأل ليش انت هربت شنو الاسباب قال والله ما هربت بسبب مصعب ولا حاجة انا تهاوشت مع مرتك اخر يوم وعرفت انها بتجي وبتحشي راسك بمشاكل انت في غنى عنها كفاية عندك مشاكل القوم ومشاكل اهل القرية بعد بجيك انا مشاكلي مع اللي هي مرتبوي فقلت اهرب وخلي القرية عشان انت ترتاح ولا تصير مشاكل كثيرة فقال لابو بعد سوي كل هذا وتعطي فرسي حق مصعب وتهربة بدون اذني كل هذا مسوت انها هذه المرة الخبيثة والله لوريها ويقوم لكم يطلق هذه مرته ويقول لحق ولده انت الداخل وهي الطالعة يلا يا مصعب اطلب اللي تبي من عندي اوامر مجابة فقال لها مصعب اي شي ابي قال ولا اي شي تبي قال والله نفسي في بنتك بي اتزوجها قال لها اي بنت قال بنتك ما غيرها اللي اكلتني تراب ودي ااخدها وتزوجها قال لها بس خلاص بكرة زواجك وفعلا رحق بنته وقال لها يلا جهزي بكرة زواجك من مصعب قالت لي يباه شلون اتزوج واحد انا ما بيه هذا الرجل يعني انا اكلته تراب وصاير فرجة للي ما يشتري يتفرج مثل ما يقولون قال لها ابوها انا قلت كلمتي وراح تتم تتزوجينا يعني راح تتزوجينا وفعلا يوم الزواج بدأ يبي يقرب هذا الرجل من اللي اكلته تراب قول لها تقوم لكم وتصفقه على وجهه تقول لها بعد عني احسن لك فقال لها يا حرمة ما تعرفين اني احبك ما تعرفين اني ابيك قالت لي اقول شلون انت يعني ما عندك كرامة تقبل تتزوج بنت يعني حثت عليك تراب ورمتها واكلتك والناس كلها يعني تتمسخر عليك وتتزوجها يعني ما ادري ما عندك كرامة مستصرت انك امك واهلك لهالدرجة عشان تكون قليل القيمة المهم انها يعني ما عطتها اي حق وقامت تتصارخ في وجهه قام هنا اللي هو مصعب وكان يروح في اي مجلس اهالي المجلس يقولوا لها وش سويت مع اللي اكلتك تراب ان شاء الله اليوم اكلتك لحم ولا اكلتك تراب مرة ثانية ويبدؤون يضحكون وفي المجلس الثاني هاش اخبار ام تراب وفي المجلس الثالث ها وش سوت ام تراب اليوم يعني صارت سوالفهم ومجالسهم برعاية اكلتك التراب اللي هي بنت الامير قام اهو قال اسهل شيء اللي سويته في المرة الاولى اسوي في المرة الثانية راح عند الامير القرية وقال لها بنتك مطلقة بالثلاث وراح يركض قال لها امير القرية طيب ليش شنو الاسباب قال خلاص انا برجع الاهلي والديرتي طلقها وراح الاهل اول ما شافتها ام حضنتها ولمتها وقالت لها يا ولدي ها جاي بعلوم غانمة قال لها ولدها والله جاي يما بسواد واجه قالت لها ليش شنو اللي صار قال لها يما ترد زواجت والقصة كذا وكذا وكذا وكتت علي التراب وتزوجتها بغيتها ايه وبعدها صاروا الناس يتكلمون ويضحكون علي قالت لها ام سوا دل واجهك شلون تسوي كذا شلون تفعل كذا شون تستنقص من قيمتك ما عندك رجولة ما عندك عزة نفس ما عندك يعني قيمة لنفسك تقوم تسوي كذا قالت لك قم 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 ازهل انا وياك نغادر قرية هذه ما عندنا فيها مكان ونروح قرية بعيدة وهناك يعني نسكن معاهم وتكون انت باذن الله رجال يعني تتغير ملامح شخصيتك قال لها خير ان شاء الله فعلا قاموا يا ام ويقومون يمشون مسافة تقريبا ثلاثة ايام لما وصلوا عند اهل القرية وبدأت الام هنا وقالت لعبيها زوجك قال لها لا يما خلاص تكفين لا تزوجيني اخاف المرة هذي اللي بتزوجيني اياها تذبحني اطقني واحدة اكلتني تراب والثانية فجخة راسي ما ادري الثالثة شنو بتسوي فيني يمكن راح تبتر رجولي قالت لا اصبر هالمرة انا اللي بختارها لك شوف المرة الاولى والثانية انت اللي اخترتها خلها علي والمرة هذي صدقني راح تجيك المناسبة قال لها على راحتك سوي اللي تبينا وانا البسبس المهم راحت وبدأت تدور وتنبش على بنت حلال بنت حسب ونسب وبنت خلوقة وبنت جميلة في نفس الوقت عشان ينسى جمال نورة شافت بنت اسمها سارة لكنها السوير هذي فعلا فعلا جميلة راحت بدأت الام تتكلم وتمدح ولدها وتقول ولدي الكليبي وولدي فارس شجاع وولدي ولدي وولدي وبدأت هنا تخلي ولدها يتمشأ ويعني دائما يلبس ملابس مهندمة ومرتبة ويرتب نفسها ويمشط شعرها وكذلك تخلي يعني دائما يركب الفرس ويحمل اللي هو السيف والسلاح عشان يبين انه قد ايش وهو شجاع وبدأت تمدح ليل ونهار عند هذه البنت البنت سبحان الله دخل قلبها هذا الولد ما تدري عن خلفيته ولا تدري من وين وهو جاي لكن حست انه فعلا رجل له قيمته شوي شوي بدأت هذه البنت تحبه فلما حست الام انه يعني اخذ من قلبها مكانه ولدها مصعب قالت لا روح يا ولدي اخطبها من ابوها راح مصعب فعلا وخطب هذه سوير من ابوها على طول هنا الاب وافق لكن هذا الاب طمار قال لهم ابي ثلاثين راس ابل المشكلة انه عندهم فقط راس مالهم ثلاثين راس ابل عطوه اياه وفعلا تزوج هذا الرجل مصعب من هذه البنت سارة وكان فرحان وسعيد تزوجها واول شي سكنه في نفس البيت بيت هذا الرجل ابوها يعني بعدين اليوم الثاني قال لها يلا تعالي معاي الى البيت قالت لا لا ما راح اجي قال لها ليش قالت لا انت روح او بعدين يصير شي يعجبك قال لها لا اخف ما تجين وياي قالت لا وش هالكلام صدقني راح اجيك انت روح وراح اجيك راح هنا واخذ منها الوعود والحلفان انه خلاص راح تجي يعني راح تجي راح لاما وقال لها يا اما هذي المره ما جات قالت لا اما انتظر يوم يومين اذا ما جات اروح لها ضلت هنا يوم وجل ابو ابوها قعد من النوم يفتش في البيت اللي شاف بنتها جالسة علامك يا بنتي ليش ما رحتي مع زوجك عيب لازم تروحين وياه قالت لا لا يبا خلاص انا ما بي قال لها ليش شفتي منها شي مو زين قالت لا لا يبا صراحة الولد زين وعازني ومقدرني ومحترمني لكن انا يعني عشت في بيت غنى معززة ومكرمة وفلوس وحلال اروح عند رجل يعني فقر قال لها ليش قالت لا تعرف ان عز ماله عطاك اياه والان اصبح رجل فقير ما عنده حاجة وكل هذا تقديرا واحتراما وعزة لي يبياخذني فعطاك كل اللي يملكه فانا صراحة ما رح اروح له قال لها ابوها شنو تبيني يا بنتي تبيني اعطيك المهر كله قالت لا ايبا عطى المهر كله رجع له اللي هو ثلاثين راس ابل عشان اعيش ويا معززة والله ان لو مشارني ما سويت هذا ولا اني حرنت في هذا البيت قال لها بس خلاص روحي لها واخذي معاك لقبل فعلا اخذت الحلال وراحت حق زوجها مع الحلال كله وعاشت ويا معززة مكرمة وجابت من عنده اعيال وبدأت هنا الام سعيدة اخيرا فرحانة وهنا مصعب تغيرت اخلاقه وتغيرت شخصيته ما صار لين وضعوف لا صار يلين فترة ويشد فترة حتى مع عياله وعلمهم شلون الرجولة وانه ما يصير في كل الايام وفي كل الحالات يرخي ويخضع ويلين على طول قدام الزوجة لازم بعض الاحيان في المواقف اللي يستلزم انها يوقفها مثلا عنده حدودها الام لها احترامها لها تقديرها وايضا اهو لها احترامها وتقديرها عشان كذا من لما حاط حدود ويعني خطوط حمرة لازم اهي ما تتجاوزها ولازم يلين في امور وجوانب ويشد في جوانب تستحق انه يشد فيها صارت تمشي حياته مثل الدهينة لا تنكتين طولت عليكم الفيديو هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو